بسم الأب والابن والروح القدس الإلال واحد أمين خرستوسا نست نكمل تأملاتنا في سفر التكوين هنبتدي إصحاح 38 نهاية إصحاح 37 كانت قصة بيع يوسف إلى المصريين واكتشاف يعقوب أنه حسب القصة اللي وصلت له أن ابنه مات افترسه وحش رديء ودخل يعقوب في اكتئاب وفي حزن شديد وما بقتش في حاجة بتعزيه وقال أنزل إلى ابني نائحا إلى الهاوي صدقوني الواحد بيعذر بتوع العهد القديم لما يحزنه على نياحة شخص وفاته يعني موته في العهد القديم يمكن ملهمش رجاء اللي بيموت رايح الجحيم ولسه مش عارفين أمتى المسيح حيجي ويفتح الفردوس بالنسبة لنا في العهد الجديد الموقف اختلف احنا زي ما قال القديس بوليس لا نحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم يعني في العهد القديم حزنهم رديء لأنه برضو معهم عذر لا شافوا فداء ولا خلاص ولا سموا عن الفردوس اللي اتفتح ولا عندهم رجاء الحياة الأبدية إلا بشكل كده من بعيد ماتوا على رجاء أن لسه المسيح يخلصهم وينقلهم ودي مش معروف قمت إنما احنا حسب إيماننا المسيحي أي واحد بيموت ماسك في ربنا يسوع في نفس لحظة خروج روحه بتبقى في الفردوس زي ما سمعنا للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس وبالتالي أصبح الموت خبر مش مزعج بالنسبة لأولاد ربنا وما بقاتش يتقال الشعار الصعب اللي قاله يعقوب على ابنه أنزل إلى ابني نائحا إلى الهاوية يعني هو راح الهاوية وأنا وراه بس إيه وبل ما يخلص العمر أقضيها نواح وحزن رديء لغاية ما روح الهاوية طبعا شعور صعبة قوي كآبة صعبة وما لديهش حل لكن دلوقتي لما حد من المؤمنين بالمسيح له المجد والأبدية يودح حد يقول إيه أنا بودعه على لقاء في الفردوس نتقابل سماء في السماء مع بعض ونعيش للآبت فإحنا عندنا سبب للعزاء والرجاء أكتر جدا من اللي كان عند اليهود في العهد الأديم لكن برضو حتى مع هذا السبب في ناس بتستسلم للحزن الرديء من حق الواحد يحزن لكن مش من حقه يستسلم للحزن الحزن رد فعل إنساني طبيعي لكن الاستسلام للحزن ضعف وعدم إيمان وتقصير في حقك وحق اللي حواليك الواحد يغلب أحزانه بالرجاء بالتفكير في الأبدية يصارع مع الحزن عشان يتخطاه ويكمل رسالته وتبقى عينه على السماء فيقدر يطلع من الإحساس الصعب بتاعك كأب بكى عليه أبو أما المديانيون فبعوه في مصر اللي فوت يفار خصي فرعون رئيس الشرط إحنا كده كأننا سبنا لقطة فيها يوسف المباع وفيها يعقوب الحزين وبعدين هندخل على لقطة أخرى أو شخصية أخرى ونرجع ليوسف كمان شوي هندخل على يهوزة يهوزة واحد من الأصباط في الوقت ده بيحصل إيه يقول وحدث في ذلك الزمان أن يهوزة نزل من عند إخواته ومال إلى رجل عدلامي اسمه حيرة عدلامي يعني من بلد اسمه عدلام تبع كنعان يعني ما هوش يهودي فله صداقة مع شخص غير يهودي راح قعد عنده كم يوم ونظر يهوزة هناك ابنة رجل كنعاني اسمه شوع فأخذها ودخل عليها لو تذكروا إحنا عملينا نتكلم من إبراهيم وزحاء ويعقوب فيه شرط كده ماشي مرافق لنا أن عشان يفضل البيت ده فيه تقوى لازم الجوازة تبقى من ربنا والبنية دي اللي هتدخل في العيلة دي تكون من العيلة الكبيرة اللي ينتسب لها أبونا إبراهيم على اعتبار دول بقايا الإيمان اللي بدأوا نوح وسام فهنا يهوزة بيطلع برى الخط زي عيسو مخرج برى الخط وتجوز كنعانية هذين شايفين يهوزة كمان بياخد خطوة غلط ويرتبط بإنسانة كنعانية ملهاش في ربنا في الوقت اللي عمل اللي كان لسه قبلها بإصحاح بيبيع يوسف بعض الأباء القدسين بصوا لعملة يهوزة دي تمثل كل اللي عملوا اليهود لأن اليهود كتير منهم ينتسب اليهوزة لأن يهوزة هو صبت الملوك صبت الرئاسي لأن جي منه داود وجي منه المسيح في الأخ اليهود عملوا إيه باعوا المسيح وصلبوا ورحوا ارتبطوا بالأمم وعاشوا يعبدوا أوثان الأمم فبالظبط زي ما عمل يهوزة مبكرا باع يوسف أو تآمر على يوسف اللي يمثل المسيح وبعدين هو نفسه رح يتجاوز إنسانة ملهاش في ربنا أخذها ودخل عليها فحبلت وولدت ابنا ودعا اسمه عيرة ثم حبلت أيضا وولدت ابنا ودعت اسمه أونان ثم عادت فولدت أيضا ابنا ودعت اسمه شيلة وكان فيه كذيب حين ولدته يعني هو ارتبط بالوثانية وعاش يجيب عياله وكأنه ما فيش أي نوع من التقوى أو الارتباط بالعهد اللي أطعو يعقوب أبوه مع ربنا برضو فكركم كل ده نتاج إن يعقوب الكبير في الوقت اللي جاب العيال دي ما كانش مركز في ربنا قلنا لما تاب متأخر ابتدى يربي أولاده لحق يوسف إنما الكبار اللي زي يهوز ورقوبين وشمعون دولة مؤخذة ما طربوش تربية روحية وعشان كده طالعين مش فارق معهم لكن ربنا برضو هيشتغل عليهم عشان يتوبوا هيجيلهم وقت يتوبوا ويتطعزوا وأخذ يهوز زوجة لعير بكره اسمها صامار يعني عير ده كبر بقاله بعشرين سنة مثلا أمخذ له عروسة اسمها صامار واحد يقول إيه لزوم القصة دي طالما هيجيب واحد واحد يعني رأوبين هيحكي لنا عمل ليه وشمعون لا هو هيجيب القصة دي لأن الوحي المقدس يدرك أن يهوز سيكون جدا للمسيح فعيلة يهوز بالذات مهم وأن ثمار دي معناها دخلة أممية في الأصل هتبقى جدا من جدا المسيح طب دا القصة مش حلوة يعني الأحداث كلها فيها أخطاء طب هو ربنا هيجي من بشرية يعني سليمة ما هو جاي من بشرية ساقطه ربنا له كل المجد جاي من نسل إنساني مشوه بالخطي ونقدرش ننكر كده كون أمه العدرة يعني أنقى البشر لكن دا ما يلغيش إن المسيح تجسد عشان يحمل خطايا البني أدمين دول كله فأخذ يهودا زوجة لعير بكره اسمها ثمار وكان عير بكر يهودا شريرا في عيني الرب يعني دا بقى مالوش خالص في ربنا يعني أقول يهودا له رجل كده ورجل كده شوية طقوة بس تلاحظوا إن الطقوة تتراجع بالتدريج يعني إيه ساعات نشوفها في بعض المهاجرين بس الناس هتزعل مني عشان حكاية الاجرم يعني نلاقي مثلا راجل وامراته متدينين شوية يهاجروا يرب ولدهم في الكنيسة بس مش قوي فيطلعوا شوية كده وشوية كده يطلعوا أحفادهم لا شويتين برا وشوية صغيرة جوه بعد بقى جيلة الرابع ما تلاقيش حد من الجيل دا في الكنيسة من العيلة دي في الكنيسة ليه حصل تراجع روحي تدريج إذا ما كانتش الناس مركزة قوي يبقى طبيعي الدنيا هتاخد الناس بر وده اللي بيحصل في عائلات كتير يعقوب ما كانش مركز فيهوزة طالع أضعف منه روحيا بالتالي عير ابنه طالع شرير خالص فأماته الرب عير دا مات بدري بعد جوازه فقال فقال يهوزة لأونان أدخل على امرأة أخيك وتزوج بها وأقم نسلا لأخيك يبقى فكرة الشريعة اللي هتيجي في موسى هي موجودة من وقت ابن إبراهيم فكرة أن الأخ يجيب عيل على اسم أخو التوف مجرد أول طفل بس حفظا لإسم هذا الرجل اللي مات فدي شريعة موجودة من الأول فقال له يا ابني خذ البنية دي وهت لنا أول عيل ولد على اسم أخوك اللي مات فعلم شفوا بقى العيلة الملخبطة دي علم أونان أن النسل لا يكون له شفوا الأنانية وصلت لإيه أنه الولد لو جاه ولد مش هيبقى ابن قوة هينسب إلى عير فعمل إيه فكان إذ دخل على امرأة أخيه أنه أفسد على الأرض أفسد على الأرض يعني ما كملش العلاقة الخاصة اللي بينهم وإيه مرضاش يبقى لقاء كامل عشان ما تحبلش منه طبعا هذا التصرف يدل على أنانية ويدل على شهوة كمان ويدل على ناس مالهاش فربنا خالص وبقت بتفكر بطريقة أقرب إلى الحيوانات علم أن النسل لا يكون له فكان إذ دخل على أمرأة أخيه أنه أفسد على الأرض لكي لا يعطي نسلا لأخيه فقبح في عيني الرب الأولاني كان شرير والتاني أناني وطماع وشهواني فأمات فأماته طبعاً المفروض التسلسل يأخذ الشاب الثالث يتجوز ويجيب طفل ودي أقرب قصة للقصة اللي يسوموا فيها ربنا يسوع فاكرين الحكاية اللي فقال يهوز لثمار كنته كنته يعني مرات ابنه أقعودي أرملة في بيت أبيكي حتى يكبر شي لابني لأنه قال لعله يموت هو أيضاً كأخوي طبعاً هو كمان بيكذف لأنه مش عاوز يقول لها أنت بيت موت اللي والعيال فقال هيجبها في حكاية أنه الولد لسه شاب صغير استني شوي فمضت ثمار وقعدت في بيت أبيه ثمار دي غالبانة هي بنت ما تعرفش حاجة ومن الأمم وهي ضحية في القصة دي كلها يعني ما هياش وحشة في طبعها هي مجرد إنسانة سزجة خدوها وعملوها زوجة وهي ما تعرفش ليه اللي بيحصل ده كله ولما طال الزمان ماتت ابنة شوع امرأة يهوز اللي هي أم العيال دي ثم تعز يهوز فصعد إلى جزاز غنمه إلى تمنة هو وحير صاحب العدلام الزهر صاحبه ده ما بيجيش منه حاجة كويس لأنه في صداقات تبعد الناس عن ربهم فده رجل عدلام كان عاني مش ممكن هيفكروا بربنا ولا علته ولا هيقول له رجع لابوك يا عقوب خد بركته وسأله مش هيقول له كلامت هو رجل تفكيره دنيوي وطبيعي هيشد يهوز للأفكار الدنيوي فلما مرات يهوز ماتت يعني قاعد حزين شوية وبعدين راح يعمل احتفال بجز الغنم ودي احتفالات معروفة للناس الرعاة موسم كده يجز الفروة بتاعت الغنم وكده فبيبقى حفلة فطلع هو وحيرة صاحبه ده فاخبرت ثامار وقيل لا بس ده كان بعد كذا سنة من حد ست موت الولدين عيرا وقنان فاضل الصغير اللي اسمه شيلة ده ثامار لقيت ان حماها ملتزمش بالكلام لانه وعدها انه يسطرها ويديها الشاب التالت عشان ده الطبيعي تتجوز لكن هي ترملت ومش فهم اللي بيحصل فكانت دور عليها تتجوز لكن تركنت وهو مش عاوز يديها طبعا شيلة لقل يحصل زي ما حصل لإخواتهم فأخبرت ثامار وقيل لا هو زحموك حماك يعني صاعد إلى تمنى ليجز غنم فخلعت عنها ثياب ترملها إذن هي عادت كذا سنة محافظة على نفسها كأرملة ولبسة أرملة مستنية لاتفاء يبقى اللي خلب الاتفاء يهوز مش شيء وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل عنايم التي على طريق تمنى يعني طريق القرية كده أعدت بس لبسة كويس مش لبسة أرملة لأنها رأت أن شيلة قد كبر وهي لم تعط له زوج يعني كان اللي في بالها إيه أن يهوز هيعرف هيقول يا بنت ده أنا مأثر معاك وعدت كتب إمرأة ابني من بدري وأنا اللي حشت عنك لا ده حقك يعني هي فكرت كده بسزاجة أنه يعني اتأخر لكن هيلتزم بكلام فنظرها يهوز بصوا بقى يهوز ملخبة أدئة وحسبها زانية لأنها كانت قد غطت وجهها فمال إليها على الطريق وقال هات أدخل عليك لأنه لم يعلم أنها كنته فقالت ماذا تعطيني لكي تدخل علي فقال إني أرسل جدي معذ من الغنم فقالت هل تعطيني رهنا حتى ترسله فقال ما الرهن الذي يعطيك فقالت خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك طبعا تصرف صعب وشيء مزعج أن نسمع قصص من هذا النوع لكن هل الخطأ في الإنجيل في ناس تقول الإنجيل يحكي حكايات زي كده هو الإنجيل بيحكي حكايات بشر بيحكي حكايات حقيقية بيقول لنا الإنسان قد إلي ما بيبعد عن ربنا بيوصل إلى فساد هل الإنجيل لما يبقى واقعي يبقى يبقى عيب لا ده عدال عيب لأنه لازم يبقى واقعي ويقول لنا البني آدم من كتر الشر ممكن يوصل لإيه ففكر بطريقة دنياوية جدا وظنها زانية واشتهاها هي زي اللي عاوزة تثبت أنا مش السبب في موت الرجالة ثوافقت طبعا برضو هي ملهاش فربنا فبتفكر بطريقة أرضية فالغلط متبادل ولكن الغلط بالأكتر على يهوز فقالت له الدين يرهن قالت له خاتمك وعصابتك لفت الرأس دي وعصاك التي في يدك فأعطاها ودخل عليها فحبلت منه ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترمو لهم ومحدش عرف فرجعت بقى لابسة أرمالة زي الأول لأنها ما اتجوزتش شيلة فأرسل يهوز جدي المعذى بيد صاحبه العيد الأمي ليأخذ الرهن من يد المرأة فلم يجد يعني بعد صاحبه عشان يدفع الرهن طبعا هيك قامت من المكان اللي تقابله فيه فما لقاهاش ودور عليها رجال يهوز يقول لأنا ما لقيتش الستة اللي انت بتقول كنت معه فسأل أهل مكانها قائلا أين الزانية التي كانت فيه عنائم التي على الطريق فقالوا لم تكن ها هنا زانية فرجع إلى يهوز وقال لم أجد وأهل المكان أيضا قالوا لم تكن ها هنا زانية فقال يهوز اللي تأخذ لنفسها يعني هي حرة بقى لألا ناصير إهانة يعني هيبقى منظرنا وحش قوي طبعا يعني هو اللي فاد مش فضيحة إني قد أرسلت هذا الجد وأنت لم تجد قال يعني دي الله خدار الضمير ساعات الوحد يعمل عملة كبيرة ويجي في حاجة زيرة ويقول أنا عملت اللي علي يعني قال يعني قلاص كده بريء هو لما كان نحو ثلاثة أشهر أخبر يهوز وقيل له قد زنة ثمار كنتك أتعرف بقى أن البنية دي حامل فطبعا حامل من غير جوازي وهي لسه منسوبة لعيلة يهوز هي كنتهم رات ابنه برد ولازم هو المسؤول عنها وهي حبلة أيضا من الزنة فقال يهوز اخرجوها فتحرق شوفوا الانفعال بقى والاندفع اللي يعني الشرف بقى وإيه نحرقها لأنها زنية أما هي فلما أخرجت أرسلت إلى حميها قائل من الرجل الذي هذه له أنا حبلة وبعتت له إيه الخاتم والعصابة والعصائي قالت له العمل العملة صاحب الحجد عشان تفوق وقال تحقق لمن الخاتم والعصابة والعصى هذه فتحقق ها يهوز وقال هي أبر مني أنا مش عاوز أقف عنده كل التفاصيل اللي فاتت لأنها أحداث مش طبعا ربنا يرحمنا من الفساد والبعد عن ربنا والتفكير الشهواني والجزداني لكن أخيرا اتحرك جزء طيب في يهوزة لما قال هي أبر مني أحيانا الواحد لما يبعد عن ربنا الشيطان بيخليه شايف نفسه صح وكل الناس غلط وفضيلة جميلة في أي إنسان أنه يعلن ويعترف أمام ضميره أن الناس أبر منه حتى أشر الخطاة هي غلطان لكن الحقيقة هو غلط أكبر غلط مضاعف لأنه ملتزمش بالشريعة وما دهاش إلى ولأن هو اللي وقع في الزنا هي غلطها أقل لأنها قبلت العرض بتاعه لكن هو كان عادل في الحكم قال هي أبر منه هي أبر مني دي أحبائي تفكرنا يوم ما جابوا الست التي أمسكت في ذات الفعل قدام ربنا يسوح كلهم شايفينها مجرمة كلهم شايفينها سيئة جدا ربنا يسوح عاوز يفوقهم ويوصلهم للشعار ده فقال لهم اللي فيكم ما بيغلاطش يرميها بأول حجر وبدأ يكتب على الأرض مش بعيد كان بيكتب الخطايا أو الوصايا عشان يفوقهم طب هي اتمسكت في فعل وانت كان فعل اتسطرت وكان عاملة سودة عدت وابتدى بقى كل واحد يراجع ضميره انه في حاجات كتيرة مصطورة فخاف وابتدوا من الكبار للصغارين ينسحبوا لأن ربنا بيبقى عاوز الانسان فينا لما يلاقي حد يغلط يقول في باله برضو أحسن مني كم واحد يقدر يعمل التدريب ده لما تلاقي واحد بيزعق بدل ما تقول ما له بيزعق كده اقول ده انا بزعق في حاجات أقل من كده انا بتنرفز أكتر من كده لما تلاقي واحد مثلا زعلان على الفلوس اقول ما انها يمكن بحب الفلوس أكتر من كده حزبوا من الإدانة والتزموا بشعار هي أبر مني دي ما تقالتش على واحدة فاضلة خلي بالكم اتقالت على واحدة غلطان لكن هو من امنته اعترف انه اكثر شرا من اكثر خطأ من يبقى على الآل لقينا حاجة كويسة في يهوزة انه مسأش في الموضوع وفضل يقول تستاهل لا هو لم تدور على طول لاني لم اعطيها لشي لابني يعني ياريتني مشيت على الشريعة وكملت وخلاص ما يمكن ربنا له حكمة فلام يعود يعرفها ايضا العجيب بقى اكثر ما في القصة دي من عجب ان ربنا يسوع اختار بحكمته ان يأتي من تجسده من هذا النسل من يهوزة وثمار طب يا رب مش تختار عيلة لم اخذ تشرف مفيش مفيش في البشر عيلة مفيش عيوب ومفيش خطايا ومفيش تلوث الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا وده تلاحظوا في متى واحد اول اصحاح في العهد الجديد صامار دي واحدة من اربع اسماء ستات بيتقالوا قبل العدر صامار ده اسمي بيذكر في سلسلة نسب المسيح طب ايه يعني اللي عملته كويس هي ما عملتش حاجة كويس لكن عشان رباني يسوع بيقول انا في دمي من دماء الامم لان صامار في الاصل اممية اللي زياها بس ما بتغلطش او ما غلطتش زياها رعوص رعوص برضو اممية واللي زياها وغلطة اكتر راحاب راحاب الزانية كل دول جدات في سلسلة نسب المسيح واللي اصعب واصعب بس شبع اللي خدها داود من جزه اذا رباني يسوع له المجد اختار ان يأتي متجسدا من جدود وجدات فيهم اخطاء واخطاء كبير عشان يعلن عن موقفه انه جاي يشير خطايا العالم كل كل اللخبط دي اسامنا حملها تعبير الكتاب واوجاعنا تحملها وجاي شيل دا كله من الاول كده فلن يعود يعرف ايضا وفي وقت ولادتها اذا في بطنها توامان وكان في ولادتها ان احدهما اخرج يدا فاخذت القابلة وربطت على يده قرمزا قائلة هذا خرج اولا ولكن حين رد يده اذا اخوه قد خرج فقالت لماذا اقتحمت عليك اقتحم فدعي اسمه فارس فارس يعني مقتحم او زأ اخوك اما الاولان ده فاللي هو اسمه زارح بعد ذلك خرج اخوه الذي على يده القرمز فدعي اسمه زارح يبقى زارح وفارس دول اولاد يهوز اللي جم من ثمر ده كان اصحح كده يعترض مصرنا عشان بس يقول لنا يوسف خلاص اعتوه برميت هدينا رجعنا نشوف عيلة يعقوب مشيت ازاي وعدت سنة ورا سنة ويهوز اتجوز وعياله كبره ومراته ماتت وكل ده يهوز يعينه في مصر الى مصر واشتراه فتفار خصي فرعون رئيس الشرط رجل مصري من يد الاسماعليين الذين انزلوه الى هناك وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا وكان في بيت سيده المصر الشعار ده هيتكرر والشعار ده يهمنا جدا كان الرب مع يوسف ده طب انا عاوز اسأل هو ليه ما يتقلش كان مع يهوز كان مع شمعون كان مع يعقوب اش معنى كان مع يوسف هو يقصد بكان الرب مع يوسف ان يوسف كان مع الرب فكان الرب مع يعني ايه هو ربنا معنا كلنا بس احنا اللي مش معاها احنا اللي مش مركزين لو واحد فينا مركز قوي في ربنا هيتمتع بكل حاجة حلو مهما كانت الظروف ربنا قريب للكل ربنا محب كل البشر ربنا حنين عالكل ربنا ودنه مفتوح لكل الناس بس كم واحد بيكلمه كم واحد حاسس بوجوده كم واحد مراعي ربنا كم واحد مركز في ربنا هو ده اللي يتقال كان الرب مع فلان لأصل فلان مع ربنا هو نفسه معه كان الرب مع يوسف بيعتبروها بعض الأباء عنوان ما نسميه في العهد الجديد الصلاة الدائمة يعني ايه كتاب يقول لنا صلوا بالانقطاع وينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل طب نعملها ازاي دي معناها ان واحد حاسس ان ربنا معاه طول الوقت ودي ما ينصل لهاش الواحد إلا هو بيكلم ربنا كتير قوي فيبقى عنده شعور مستمر ان ربنا جنبه ودي هتبقى بعد شوية لما يتعرض لاغراء شديد فاكرين اللي هيقوله أعمل الغلط ده ازاي قدام ربنا والستة تبصله تقوله انت مجنون ربنا ايه اللي بتتكلم عنه فينه ربنا ده بس هو لانه متعود على الاحساس ان ربنا جنبه طول الوقت فمش هيعرف يغلط ما يقدرش يغلط يغلط ازاي وربنا قصاد عينه مش هيعرف احنا بنغلط يا احبائي لان ما اكثر الساعات اللي ربنا ما بيكونش واضح وصدنا مش لانه مختفي لان احنا مش حسين احنا مش مركزين فمش دايما لانه مش هو اللي مش معانا احنا اللي مش معا زي اغسطينوس مرة في تأملاته وهو فيلسوف قال له كنت معي ولكني لشقاوتي لم اكن معك انت كنت دائما معي وانا لشقاوتي لم اكن معك يعني ما سبتنيش لحظة في عمري كنت قريب مني جدا وانا قعدت سنين اقول ربنا مش موجود وكابر واغلط واتحداك واتريع على امي طيبة القديسة مونيكا وفين لما اكتشفتك طلعت قريب اوي يا رب وطلعت احناين اوي وانا غبي وعمال اقول انت مش موجود او انت مش دريان او انت بعيد او اتجاهل وجودك وهكذا كان الرب مع يوسف فكان رجل النجح برضو يسأل يقول ناجح ناجح كعبد وهذه شطرة يعني النجاح ده مش المفروض يبقى له كده عنوان يشرف دلوقتي هو مجرد خدام في قصر ايه قيمة ناجحا دلوقتي النجاح يا احبائي ملوش عنوان ملوش وظيفة محددة النجاح الحقيقي انك تكون ماسك ايد ربان وانك تكون امين في اي شغلة صغيرة او كبيرة وانك تكسب اللي حواليك مهما كانوا ناس متعبين هو ده النجاح هو دلوقتي مجرد شغال في قصر لكن نجاح الناس كلها حبته سيده اتمنه كان موفق في كل حاجة بيعملها لدرجة انه فوتيفار ده عينه زي رئيس على البيت كله او مدير اعمال للأسر كل وهو مجرد عبد اذا الموضوع نسبي ممكن واحد يبقى مركزه كبير او ميكون ناجح وممكن عامل بسيط بس يكون ناجح لان قلبه مع رب فالنجاح يمثل في الامانة وفي محبة الناس اهم من اي حاجة النجاح مش فلوس النجاح مش مجرد كرامة واسم النجاح الحقيقي انك تكون امين في اللي بتعمله اياً كان اللي بتعمله وان كل اللي حواليك يحبوك ويقدروك وكان في بيت سيده المصري ورأى سيده ان الرب معه برضو التعبير ده جميل او رأى سيده ان الرب معه طب سيده ده يعرف ربنا لا طب عرف منين الرب معه زي لو رجعته كم اصحاح تلاقوا ان لابان قال لي يعقوب انتص لك ربنا معك طب لابان ده يعرف ربنا ما جعته قبلها بكم اصحاح تلاقوا الجماعة اللي كانوا قعد ابي مالك والناس اللي كانوا في الارض قالوا الاسحاء انت اصلك ربنا معاك طب تعرفوا ربنا لما نعرفوه يبقى واضح ان اسحاء يعقوب يوسف بعشرتهم بربنا خلوا اللي حواليهم ينطقوا ويقولولوا انت حاجة تاني انت اصلك ربنا معاك طب انتم ما تعرفوش ربنا لا بس عرفنا عن طريقك هذا النجاح مش طبيعي هذه الامانة مش طبيعية هذا التفوق مش عادي انت وراك سر وطالما بتقول ربنا معايا بيطلع معاك حق يبقى شوفوا الامانة كرازة مجرد الواحد يكون امين ومستقيم بيشهد لربنا حتى الناس البعيدة اللي ما تعرفش ربنا يقولوا يضطروا يعترفوا في لحظة اصل ربنا معاك ربنا اللي هم اساسا ممكن ما يكونوش مؤمنين به زي فتفار المصري ما كانش مؤمن لكن يتعال كان رأى سيده ان الرب معه مش قادر يكابر ولا يفاصل ولا يقول حاجة تاني مش معقول النجاح اللي عندي يوسف ده مفيش حاجة بتدخل ايده إلا وبتمشي كويس تروح ايد اي حد تاني تبوز مش طبيعي هذا التفوق والتوفيق حاجة مش عادية وان كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده ده كمان يدل على ان يوسف كل عمل كان يعمله كان ينسبه الربين ودي هدبان لما وقف قدام فرعون اول ما فرعون يقول له انا عمري ما شفت كده يقول له ربين ربنا هو السبب مشان على طول ينسب كل شيء لربين فيوسف من صغره يقول ربنا بارك نعمة ربنا تسهير ربنا خير ربنا فضل ربنا مش مكسوف يا يوسف تقول اسم ربنا في بلد كلها أوسان أو كلها شوية العبيد اللي حواليك ويقولولك فين ربنا لما بعوك إخواتك مش مكسوف هيتريقوا عليك ويقولك فين ربنا بتاعك لما انت قاعد كده مزلول في القصر طب ما كان يخلصك أحسن من العبودية برضو لن يخجل ولم يخجل أبدا رأى سيده أن الرب معه وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده فوجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه فوكله على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له إذن فتفار ده وده بمثابة وزير كبير يعني رئيس الشرط ورئيس الشرط ده غالبا بيبقى راجل شديد قوي وحازم مفروض كده طبيعي في الشرطة كده ومع هذا أعجب جدا وعلى فكر الناس دول غالبا ما بيستأمنوش حد بالساهل برضو لأن شغلة الشرطة عاوز حذر وحرص ومع هذا اعتمنوا على كل بيته بطريقة غير معتادة أبدا من شخص زي كده وكلوا على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له تفكرنا بشعار حطه لنا ربنا يسوع له المجد قال الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير أو أقيم على الكثير والشعار ده على فكرة مش بس روحي شعار إنساني يعني الكفاءة المفروض هي اللي تحكم الترقي بمعنى لما تبع عندك موظف كفء طبيعي تدي له مسئولية تاني لأنك لقيته أمين لو هو مش مكتهد ومش أمين يتسحب منه المسئولية اللي عنده يتكتفي بيها لكن لقيت واحد مكتهد وأمين تدي له مسئولية تاني شويتين تكبره أكتر وتكبره أكتر لأنه كان أمين في القليل متوقع يبقى أمين في الكثير يبقى حتى دي في لغة الدنيا مقبولة يعني دي طريقة ربنا معانا لما يلاقي خادم أمين يكبر خدمته لما يلاقي كده واحد أمين في شغله يوسع عليه شغله يكتر عليه وكمان في الألاقات الإنسانية لما الناس تحبك وتأتمنك صحابك يزيده ثقة الناس فيك تزيد سمعتك الطيبة تزبئك إذن دي حاجة طبيعي فهنا وجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه فوكله على بيتي ودفع إلى يده كل ما كان له اددأ له كل حاجة وقال له بص أنا كفاء علي الوزارة اللي في البدة كل من الألف لليأ مش أفكر فيه وكان من حين وكله على بيتي وعلى كل ما كان له أن الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف زي ما حصل عند بيت لبان بيت لبان تبارك أضعاف أضعاف لما يعقوب يشتغل عند لبان وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحق كلمة بركة تستوقفنا شوي لأن كلمة بركة دي ما لهاش معنى عند الناس العقلانيين اللي بيحسبوها بالورقة والألم زي إحنا في تقصنا الإبطي عندنا تقص جميل لما نلاقي حد خامس الحدود في الشهر أربع عدد لكن ممكن يصادف كل كم شهر يجي في الشهر الإبطي حد خامس يكون الحد ابتدى أول كم يوم فيجي تعد توصل لحد الخامس قراءة الحد الخامس أيًا كان موقعه نقرأ فيها فصل الخامس خبزات والسمكتين ونسميه فصل البرك يعني إيه الشهر ده برك عشان طلع لنا حد خامس فاهمين المعنى فلما جلنا حد خامس وإحنا أصلنا إيه الحد ده نعزه هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فنفرح إن الشهر ده فيه مش أربع حدود فيه خامس فنبقى فرحنين فنحط حكاية البرك حكاية البركة في لغتنا نقصد بها الخمس خبزات طب هي كلمة البركة دي ما جات شغير في تعبير وبارك آه وبارك دي أصلها وراها سر البركة معناها وسع وزيادة وخير وسلام بلا حساب وبلا مقدمات يعني إيه يعني اللي حصل لا يتناسب مع البداية خمس خبزات ما يأكلوش طبعا خمس تلاف عيل لكن اسمها بارك فلما يقول بارك بيت يوسف قبلها يقول بارك بيت لبان قبلها اسحاء يقول لك بارك اسحاء فالأرض جابت ميت ضعف قبلها يقول له يا ابونا ابراهيم تكون باركة وأبارك مباركيك وفيك تتبارك كل أمم الأرض يكتر أوي يستخدام كلمة البركة مع رجال الله يبقى زي ما تقول فلندا في إيده البركة أو في رجليه البركة لأنه هو بتاع ربنا ففعلا ربنا يبارك له ويبارك كل اللي يتعامل معه البركة في العهد القديم كانت تمثل عادة بخير الأرض لأن أهم حاجة عندهم الزرع والغنى والغنى والعمر والعيال دي كلها تحت كلمة البركة البركة في العهد الجديد يعني السلام يعني رحة البال يعني محبة الناس يعني الأبدية في الآخر يبقى يوعى تكون عينك يهودية تبقى عاوز بركة العهد القديم خليك بقى عينك مسيحية تبقى عاوز بركة العهد الجديد بركة العهد القديم جاء المسيح وقال هذه كلها تزاد لكم ما تركزوش فيها ولد الخير والعمر والصحة والكلام ده ده ما تفكروش فيه احنا بنتكلم في حاجة أعظم من كده وأرقى وأحلى ونتكلم عن الملكوت نفسه لكن كانت البركة بالنسبة لهم هم غصبة عنهم مش شايفين الأبدية والعرفينها كفاية فعاوزين بس العمر والعيال والأرض والزرع والخير والغنى فده كان واضح جدا في سيرة كل أولاد الله وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحقل فترك كل ما كان له في يد يسف أنا أتعجب يا حبائي من فتفار غير المؤمن الذي آمن بيوسف فترك له كل شيء ونحن المؤمنين ولا نريد أن نترك كل شيء في يد يوسفنا الحقيقي ربنا يسوع يعني فتفار الراجل اللي ميلوش في ربنا لأن يوسف ده كل ما يسيب في إيده حاجة تتبارك فبقى يوزع عليه كل حاجة وبقى ينفض إيديه وقول له أنا مليش دعوة بحاجة أنا مليش دعوة بحاجة خالص أنت صاحب البيت ليه كل ما تبقى في إيدك قبرك ما تبقى في إيدي إحنا مش عالفين نعمل كده مع ربنا يسوع إحنا نحط دماغنا في كل حاجة وعاوزين إيه إحنا اللي نمشي الدنيا طب ده عندنا أخطيت يعني ربنا يسوع مش شغال عندنا حاشة لكن يعني ملكنا ربنا يسوع لو كان مدير حياتنا شوفوا حياتنا تمشي إزاي لو كل التفاصيل تترمي في إيديه وتقول له لا في إيدك انت البركة رب نمشي عاوزها في إيدنا إيدي مخرومة إيدي ما فياش بركة انت إيدك كلها بركة خلي العيال في إيدك والصحة في إيدك والشغل في إيدك والبلد في إيدك والعمر في إيدك وكله في إيدك وأنا هعود رايق كده وأقول لك شي لأنت هذا الفوتفار عمل القصة دي بتلقائية مجرد شايف يوسف كل حاجة بتيجي عنده بتتبارك أمزق كل حاجة على يوسف ترك كل ما كان له في يد يوسف ولم يكن معه يعرف شيئا إلا الخبز الذي يأكل ده تسليم على أعلى مستوى ياريت إحنا نعمل كده مع ربنا نقول له يا رب أنا مش أفكر في بكرة بكرة بتاعك والشغل بتاعك والدنيا كلها بتاعتك أنا كفاء علي يا إخو بزانا كفاء فأنا هاكل اللقمة واشكرك وخلاص وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر برضو حكاية حلوة دي يعني هو الحسن عادة بيجي نابع من قلب نقي يعني الوجه أيضا مرتبط بالقلب زي ما اللسان مرتبط بالقلب من فضلة القلب إيه يتكلم اللسان كذلك الوجه يعكس ما يدور في الداخل وظن بسهولة أوي لما تلاقي واحد وشه ملخبط كده تتوقع أن قلبه اسود يعني ولما تشوف واحد وشه وديع هادي تتوقع أن نفسيته هادي أو أن قلبه طيب صحيح في ناس بتعرف إيه تتجمل لكن برضو التجمل ده بيتكشف فهنا جمال يوسف مش مجرد وش حلو هو مقصود بيها أنه مع ظروفه الديئة وهو عبد ومحروم من أبوه وأمه وإخواته ومارمي في بلد مفهاش ربنا وبيتعامل مع فئة صعبة جدا عبيض في قصر إذن هي ظروف صعبة تخلي الواحد لو استسلم يكشر طول الوقت إنما لأن ألبه في ربنا وكان الرب معه فكان حسن المنظر مش بس كان رجل الناجحا كان وشه مريح لأن رجال الله دايما وشه مريح لأنهما بيتشبهوا بالمسيح فطالما الألب نقيه يبقى كمان الوش مريح وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف وقالت اتجع معي فأبى وقال لامرأة سيده هو دا سيدي لا يعرف معي ما في البيت وكل ما له قد دفعه إلى يدي طبعا هذا التحدي من أصعب التحديات اللي تعدي على شاب وفي الظروف دي يمكن الوحي المقدس أصد يحط لنا الإصحاح اللي فات عشان يورينا أخوك كبير اللي متجاوز واللي ملوش عزر واللي عايش في بيت أبوه واللي ملك زمانه عنده الخير كله وقع في الزن ودي يوسف المزلول العبد اللي مرمي بعيد عن بيت أبوه بيقاوم الزن عشان لما ييجي شاب بيقول أصلي مش قادر أقاوم نقول له عب عليك تقول كده ما تقولش كده محدش يفتكر نفسه كبير عن الغلط ومحدش يقول مستحيلة مشي صاح لا لا مش مستحيل كان بالأولى يوسف يقول لأنه الضغط النفسي اللي عليه أصعب من أي حد لأنه ده إغراء صعب وجيله من ستهانم فيعني إيه الموضوع صعب وهو عبد مفروض يقول حاضر وفي نفس الوقت الجريمة هتتغطى فكل ده كممكن يتحسب في دماغه لكن شوفوا أول مبدأ قالوا يوسف لأنه عنده مبادئ قال لها سيدي جوزك الراجل بتاعك ده كرمني وداني وكبرني وقتمني ما ينفعش أخونه ما ينفعش مهما حصل لما ألحت قوي قال لها في حاجة تانية نصلي ما جدتش راد أقولها قبل جوزك كمان في ربنا ما قدرش أغلط فيه أبدا لأن هي بالنسبة لها طبعا إنسانة ما عندهاش مبادئ وبالتالي مش فهمة إيه حكاية الأمانة اللي بيكلم فيه ولا جوزي ولا بتاع لكن دخل في حطة أعمق قال لها لا والأهم والأكتر كمان ربنا أبا وقال لامرأة سيده هو دا سيدي لا يعرف معي ما في البيت وكل ما له قد دفعه إلى يدي ليس هو في هذا البيت أعظم مني مش بيقولها بفتخار لو قالها بفتخار كان وقع قال لها أنا الرجل دا كبرني يعني إزاي عض الإيد اللي رفعتني ولن يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته يعني يقول لها يا يوسف كول زي ما انت عاوز خد لنفسك زي ما انت عاوز اختار القوضة اللي تريحك في القصر وريح فيها اخرج من غير معاد وارجع من غير معاد أكيد دا له كل الصلاحيات فطبعا دي بالنسبة العبد حاجة كبيرة قوي يعني كان مقدر وهنا فيه فضيلة اسمها فضيلة التقدير يا جماعة ساعات بتبقى غيبة عن الناس كتير قوي التقدير أو الوفاء في ناس تتخدم وتنسى وفي واحد لما حد يخدمه مرة يفضر مقدرها طول العمر وفكرهاله حتى لو جميلة صغير هنا يوسف مع ان يوسف بيطعب وهو اللي شايل بيت فوتيفار ويوسف عارف ان خير فوتيفار بينه بسبب ربنا اللي مع يوسف ومع هذا هو مقدر جدا ان فوتيفار دا كرمه وكبره وداله حرية وامتيازات مش عنده اي حد تاني فهنا فيه تقدير فيه عرفان فيه وفاء فيه اخلاص حاجات دي ما بقتش موجودة كتير لكن دي على طول ثمر روحي للحياة مع الله الشخص اللي بيحب ربنا تطلع منه المبادئ دي تلقائي اللي يصلي كتير ما يعرفش ابدا ياخد حاجة مش بتاعته ولا ينسى جميل حد ولا ولا ينتهز الفرص بطريقة ماكرة خبيثة ما فيش كلام زي كده فكيف اصنع هذا الشر العظيم اذا هو شر عظيم من ناحية خيانة الرجل وهو شر اعظم من ناحية خيانة الله وقال له واخت الى الله يبقى مش بس عشان جوزك وعشان كمان ربنا بتاعي المشكلة بقى ما خلصتش مش مرة طبعا لو الستة دي كويسة كانت اختشت وخلاص مرة وخلصت وايه وبقى تبص في الارض وما تكلموش تاني وانما هي مش سهلة هي صعبة صعبة فكان اذ كلمت يوسف يوما في الحاح وهنا الحاح صعب ومعروف في خطايا الشهوة النشطان الشهوة السطان ما يملش يعني ايه يقعد يخبط على بابك وما يزهاز لغاية ما يوقعك السطان الشهوة كده لحوح مزعج فيوما فيوما فالموضوع عاوز مثابرة وعاوز صلاة اكيد يوسف في اليومين دول كان بيصرخ لربنا كشاب يا رب ما تسبني شعع يا رب اصطر علي يا رب مش عاوز اخون العهد يا رب ايدك في ايدي مش عاوز امسك ايد بطالة ابدا وكان بسبب هذا الصراخ وهذه الصلاة متماسك وقوي وجبار داخليا لانه طبعا هو شاب وتحت ضغط صعب كان اذ كلمت يوسف يوما فيوما انه لم يسمع لها ان يتجع بجانبها ليكون معها ثم حدث نحو هذا الوقت الشيطان بقى يهيأ فرص اصعب والشيطان طبعا شغال معها انه دخل البيت ليعمل عمله ولم يكن انسان من اهل البيت هناك في البيت بقت بقى لحظة اصعب واصعب فامسكته بثوبه قائلة اتجع معي وما فيش حد ووقت صعبة فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج الى خارج هل يوسف مش فاهم اللي هيحصل لا فاهم فاهم كويس ان دي ايه ست صعبة ومفترية وممكن تقول اي حاجة وتعمل اي حاجة وبالتالي الموضوع مش هيعدي على خير اكيد كان فيه شبه تهديدات ما انت لو ما سمعتش كلامي هضيعك طبعا ومع هذا كان في الاول الكلام بالزوء بعد كده الكلام بالتهديد فضل متماسك ولما مسكت توبه جري هرب دايما نقول للشباب وكل الناس مش بس الشباب خطية الشهوة الشطارة فيها الهرب الجدعانة هنا الهرب الرجولة كلها في الهرب لانك لو وقفت وعملت فيها جدع هتقع لكن الهروب هنا جدعانة جرأة قوة اهرب لحياتك زي ما تقالت للوت زمان اهرب من كل تلك الدائرة الدائرة دي فازده اطلع منها ابعد المكان ده بطال اخره جاري العلاقة دي شك مجبوهة اقطعها وجري لان الهروب هنا هو ده الرجولة وهو دي القداسة وهي دي الامانة فهو جري لان نعرف انه لو فضلي فاصل مش هيحتمل وكان لما رأت انه ترك سوبه في يدها وهرب الى خارج انها نادت اهل بيتها وكلمتهم قائلة انظروا جاء الينا برجل عبراني ليداعبنا دخل الي يطقع معي فصرخت بصوت عظيم وكان لما سمع اني رفعت صوتي وصرخت انه ترك سوبه بجانبي وهرب وخرج الى خارج اتقلبت الحكاية عليه هل يوسف ما كانش عارف انه ده يحصل كان عارف طب المتوقع ايه في رأيي المتوقع اعدام لانه ده عبد ملوش ثمن وده رئيس شرط فيعني هيعرف يعمل اي خاج ده دي جريمة صعبة يقدر يتخلص من هذا العبد باي طريقة ازاي يوسف بتغامر بعمرك بهذا الرفض انت كده حطيت السيف على رقابتك وليكن وهنا شطارة الانسان الرحاني انه يجاهد حتى الموت لم تقومه بعد حتى الموت مجاهدين ضد الخطيئة ما تخافش على عمرك وانت بتجاهد خاف على ابديتك كده كده هنموت في الاخر لكن بعد ما نموت هنروح فين يوسف لم يخاف الموت مش السجن ولا الموت هو عارف انها هتوصل لحاجة من دول يموت يا سجن واحتمال الموت في رأيك كان اقرب كمان ومع هذا يعني كان في منتهى الشجاعة وكمل للاخر فوضعت ثوبه بجانبها ومعها طبعا اثبات الزهر هو له علاقة بتحكاية التوب دي المرة اللي فاتت كان التوب الملون هو اللي ايه جاب له كافية ودي التوب التاني يعني تلاقيه كره التوب ده حتى جاء سيده إلى بيته فكلمته بمثل هذا الكلام قائلة دخل إلي العبد العبراني الذي جئت به إلينا ليدعبني وكان لما رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبه وهرب إلى خار عاوز أسأل سؤال برضو لنفسي يقول إيهكم مش يمكن يوسف في اللحظة دي بيعمل زي ناس كتيرة ويصلي ويقول يا رب اظهر الحق مش كده أكيد واحد لما بيكون مظلوم أقرب صلوة لقلبه إيه يا رب أنا مظلوم اظهر الحق لكن الحق مظهر وطبعا ده صعب قوي على واحد ماشي مستقيم تماما ومرعي ربنا جدا ومستني ربنا يتدخل وينصفه ربنا سكت تسكت لي يا رب ليه تسيب ابنك حبيبك يوسف الملتزم يتبهدل البهدلة دي وتطلع عليه السمعة دي وفي نفس الوقت يخسر ثقة الراجل اللي هو بيحبه وبص نظراته اللي كلها يعني صعبان عليه وطبعا العبد ملوش كلمة مهما دافع وبعدين يترمي في السجن أكيد يوسف عمال يقول له ها هتدخل ولا لأ يلا يا رب اعمل حاك وول حاك ما بيتكلمش أحيانا ربنا يسكت في وقت نكون يعني بنصوت يا رب تكلم ويفضل ربنا ساكت لكن نشكر ربنا مئة مرة أن ربنا ما تكلمش في الوقت ده لأن لو ربنا كان تكلم ما كانتش بقية القصة مشيت مش كده ما كانش يوسف دخل السجن وما كانش يوسف خرج من السجن وبقى رئيس وزراء مصر وما كانش يوسف خلص العالم وخلص إخواته ويمكن ما كانش يوسف شاف أبوه تاني ولا شاف إخواته تاني ولا كان كل اللي هيحصل بعد كده حصل في الوقت اللي احنا بنقول له رب ساكت ليه ويصعب علينا من ربنا ربنا بيقول طوله بلك علي هتكلم في الوقت المناسب وليه يوم أدافع عنكم وطلعكم مش بس أبرياء أطلعكم كمان عزماء لإلهنا كل مجد وكرم الأب ناخد آية صغيرة كده الآية بتاعت هي أبر مني نقول مع بعض هي أبر مني كمان مرة هي أبر تفضلون سلم